عملت لونا كلاسيك ومعلومات مهمة لازم تعرف عنا عن منصة كوكوين صديقي هاي اربحنا من قناة دي الكرام وازا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة وحابب تضعف محفظتك وتدخل على السوق بشكل منظم انضم لقلي على الرابط اللي بأسفل الفيديو مهمة كتير ازا كنت مستثمر بهاي العملية المشهورة عملت لونا كلاسيك تعرف الاخبار السيئة والسلبية قبل الايجابية لسبب صديقي تعرف تتصرف باموالك تعزز وتخفض صقف توقعاتك حتى ما تنصدم وتكون جاهز اي تحرك لهالي عملي لذلك صديقي انا بفضل احكي الاخبار الايجابية والاخبار السلبية ورغم انت قعدات كتير من الناس لحتى اكون انا بكل شفافية صريح معك لحتى انت تقدر تتخذ قرارك ما في عملة بتكون ايجابية بالمطلق الا ما يكون فيها نقط سوداء شباب انا بحاول اركز على النقط السوداء وبتمنى منكم ما اشوف تعليقات سلبية اساسا انا مالي ضد العملة بس لكن لتعرف انت لوين متجها هاي العملة لاني صديقي فيه اشخاص اكتار حيطين رأس مال كبير بهاي العملة ازيادة العرض المتداول اللي صارت بعملة لونا كلاسيك عم يتهموا فيها منصة كوكوين بانه هاي المنصة فكت الارتباط الستيكينج اللي كان موجود عنده لكن شباب هاي الاخبار غير صحيحة شباب زاد العرض المتداول اكتر من تسعمية مليار بالاضافة له هيك شباب منصة كوكوين عم تحاول تتلاعب مع المستثمرين الانزال الجوي اللي حصل بمنصة باينيس تم سرقته من منصة كوكوين وحاليا المنصة عملي عليها قفل بمحطة تيرا لاخذ الارباح اذا شباب هذا تلاعب صريح من منصة كوكوين تشكل نموذج على فريم اليوم القاع المزدوج اللي ممكن يخلي لونا كلاسيك تكسر مناطق 0.3018 وقته حسب توقعات المحللين ممكن نوصل الى مناطق 0.3030 بظرف اسبوعين او اكتر لكن شباب هاي المنطقة راح تسبب ايجابية للعملة واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لالك صديقي لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصل لك كل جديد